السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثالث المتوسط معكم الأستاذ محمد النوفلي اليوم إن شاء الله سنشرح لكم الضمار وهذا موضوع يعني مهم جدا مهم هذا طلاب جامع يخربطون به طلاب جامع طلاب صديق سادس اعدادي علمي يخربطوا بهذا الموضوع تخيل يعني هاي المحاضرة جدا مهمة الي شايف محاضراتي السابقة مالة الأساسيات ماثاثة متوسط شرحتهم وورا حالة احنا أبدو يوكب نصفر به ليش لأنه هناك طلاب اكيد نشافوا المحاضرة السابقة يكون طلاب جدد فاحنا لازم نراعي هذا الشي لذلك راح أبدأ اليوم أعتبره كل شيء مقاري وأبدأ ذلك من الصفر هاي الضمائر جدا مهمة باوعلي أول شغلة عندنا ضمائر الفاعل هل أني ضمائر هذن الضمائر الفاعل هن من اسم هن فاعل يعني شين ضمائر فاعل يعني معناها ضمائر الواحد اللي يتكلم يعني آي آي معناها أنا آي معناها أنا يعني مثلا راح نحفظ هاي الجملة راح تبقى ويانا هاي هاي راح تبقى ويانا شين هي اللي هي مثلا يعني جملتنا آآ يعني good هش هش يعني I am good أنا جيد إذن من أريد أقول آني جيد أقول I am good I good آي أنا تمام مثلا أريد أقول آني أذهب للسوق I go to market I go to market إذن هش إذن الآي معناها أنا آآ هاي ضمائر الفاعل اليو معناها أنت مثلا أقول you are علي أنت علي مثلا أقول you go to school أنت تذهب إلى المدرسة إذن هاي ضمائر الفاعل إذن الآي أنا اليو معناها أنت طيب الهي معناها هو للولد يعني مثلا نقول يعني هو ذهب للمدرسة he went to school يعني هو راح بالماضي كيتش إذن الهي معناها هو واحد يعني زين الشي معناها هي للبنت الـ it اللي غير العاقل فالشي غير عاقل مثلا أقول يعني ذكر يعني السيارة دحش السيارة أقول it is good إنها جيدة ونحن وذي معناها هم أها هقوله دائما يجون بداية الجملة على مدانا أتكلم إذن هذا يسموهم ضمائر الفاعل حطها من البداية وأتكلم أنا بالإنجليزي هاي كله ش مهمات زين بعدها عندي ضمائر المفعول به ذني ضمائر المفعول به يجنك ورى الفعل إنه من اسم من اسم ضمائر المفعول به ذني يجنك ورى من ورى الفعل ورى حرف الجر مثل two مثل four هذني ماكو إذن يجي وراه نعرضه يعني شلون يعني مثلا أريد أقول أنا ذهبت معك أو مثلا أقول أنا ذهبت ويا مثلا دحشة عن أمي قد أقول أنا رحت ويا أمي فأنا ش راح أقول راح أقول I go أنا أذهب I go with مع with أنا I go with here أنا ذهبت معها إذن هذا ضمير مفعول به وين موقعه يجي ورا two والfour هذن حروف الجر with أيضا هذن حروف الجر يجنويا من الذي أتكلم إذن المي معناها ضمير اللي متكلم يا سامعي يقول لك give me أعطيني مثلا رحيتun I ساعدني help me ساعدني إذن هاي ضمير المفعول به يعني هسان يصير أقول بالإنجليزي يصير أقول يعني إذا رحيتun I آلهبي يصير أقول Me go لا ما يصير ما يصير أقول Me go غلط بالإنجليزي ما يصير اقول Me go غلط لازم شكل يقول I go إذن هاي ضمائر المفعول به هذن الضمائر المفعول به ولازم تحفظ ضمير الفاعل بالمفعول به يصير مي يعني شو الفرق لما نريد أن أقول أنا أذهب بس لما نريد أن أعطينا أقول give me إذن هذا الموقع يكون بعد الفعل يكون أنا مص الجملة يكون أنا وراء أما ضمائر الملكية فإحنا ما غرينا قبل وارجع أعيدهم مرة ثانية هاي ضمائر الملكية لما أنت تريد تتكلم يعني ملك إليك يعني شي إليك أصلاً هذن بالإنجليزي ما يجي لحد لازم يجي وراها الإسم شي يجي وراها أي إسم يعني مثلاً book كتاب يعني هساً لما أقول my book كتابي يصير أقول my go غلط ما يصير أقول my go هذن الضمائر دائماً يجي وراها إسم وراها يجي شنوه إسم دائماً هذا شي ثابت يعني أقول my book كتابي your book كتابك your name what is your name اسمك هيت إذن ذنني دائماً شي يجي وراهين يجي وراهين إسم طبعاً مثل health صحة مثل health كلمة health صحة مثل leg ساق مثل falcon مثل cat قطة إذن هاي كلها إسماء يعني هساً أنا بالإنجليزي شو أقول من أريد أقول مثلاً من أريد أقول على سبيل المثال ساقك أقول your leg your leg يعني لازم يجي وراها شي إذن هذن الضمائر my your his her its our there ذنني شو اسمهن اسمهن ضمائر الملكية وإن يجي هذن الضمائر يجي وراهن اسم على مود أقول هذا كتابي كتابك كذا ما يعني خاصتي إلي أنا your خاصتك يعني أنت his يعني خاصته hair يعني خاصتها للابنية أو its لغير العاقل يعني مثلاً ده أقول لونه يعني مثلاً أنا أقول هذا عندي موبايل هذا عندي موبايل هذا موبايل هنا أسود أقول its color is its color لونه its color أو أقول its cover غطاءه its cover ليش أقول its لأن الموبايل غير عاقل يصير أقول هز لا ما يصير الهز للعاقل الهز للعاقل طيب إذن من دهت على القلماني أريد أقول اللون مالتا أو الغطاء مالتا أقول its cover لأن القلف تشي غير عاقل زين our خاصتنا our book كتابنا our book كتابنا their خاصتهم their car سيارتهم إذن دائماً يجيين وراهم شنو اسم آخر شيء عندي صفات التملك هاي الصفات يجن بالأخير نهاية الجملة وبالعربي معناها يعني إلي إلي لي واليور يعني لك وهلني نادراً ما يجنين حتى بالكتاب ما مركزين على هلاك تركيز بس لازم تحفظ لأنه ممكن يجوناك طيب هسو راح نجي شلون يجي بالامتحان ضمار ذن كلش مهمات لازم نحفظاً من خلال الكتابة طريقة الامتحان يجنك طريقتين يأما يجيب لك وحدة محلولة وريدك أنت تحل الباقي أو أو يجيب لك اختيارات تعالوا إياه شوف شو يقول يقول الآي صايرة ماي شوف هنا هذا السؤال الوزائل الآي صايرة ماي زين الزي شصير نجي هنا الزي شصير الزي صير غير إذن جاوبت أنا قلت لها إذن يجيب لي هو محلولة يجيب لي وحدة محلولة تعالي على هاي يقول الآي صايرة مي وين هالآي هاي هاي اي شصير صايرة مي زين بعدين جاوب لغ س وقد قال لذي شصير وانا بذي هاي وان هي شصير قلت لها ذم آه يقول الآي صايرة مي الشي شصير الشي شصير الشي قل صير هر شوف يقول الآي صير كيف قلت لكم هاي الأخيرة مهمة الآي هاي الآي صايرة ماين الآي صايرة ماين زين الوي شو صير نجعله هاي الوي الوي شو صير الصير طبعا هنا سهل لكم إياها ذني دائما صفات التعمل لك انتهينا بس هنا نفس رمال الملكية رمال الملكية بهين اغلبهن سوف يور هير اور ذير رمال الملكية صفات التعمل لك بس اس زين بس انت لازم تحفظ لهذا الجدول ولازم تحفظ هذا وهذا هون جيب لك واحدة محلولة وعلى اساس انت راح تحيل النمط الآخر في الامتحان يجيك هو الاختيارات شوف اللي هنا يقول هنا كذا 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 اجعل الاختيار قليلي اور لو اورس لو اس هيرث هاي هيرث شون معناها معناها صح هاي مو اسم نعم اسم وذكرنا لما نلقي اسم لازم نختار الملكية يا هي ملكية الاور الاز صفات المفعول به ما يختارها ما يصير الاورس هاي تجيب الاخيرة من هاي تجملة ما رح اختارها اذن عندنا اور ليش لان وراها اسم اذن رقم اثنين قايل لي تو التو الشي يجي وراها ضمير مفعول به يا هو ضمير المفعول به لا هاي هذا وين ها شوف يشتجيك بالامتحان الثالثة قايل لك ورا الاختيار لق ساق من اشوف ساق راح اختار الهز هي يشتجيك بالامتحان اربعة يقول التو ورا التو الشي يجيني يجيني ضمير المفعول به من هو المفعول به لا هاي هذا وين حيش تشيك بالامتحان خمسة ننطيق تو التو الشي اختار وراها ضمير المفعول به وهو لا طيب ستة فالكنس اسم اسم وذكرنا من نلقي اسم مثل فالكنس مثل هيل صحة مثل ليك ساق نختار ضمير التملك نجي هنا هو من طيني اختار الزيار طبحت شوف ساعة تذكرك شوف ايه وين هي هذا ضمير تملك وقيت لك هذين وراها يجي اسم مثل ليك مثل فالكن هذين كلتين يجي وراها اسم فاني باوعت على الاختيار هنا اكو فالكنس اسم اذا طالما عندي اسم يجب ان اختار الزيار اه زين ورقم سبعة ليكيت التو التو يجوراها دائما ضمير وفعل به اختار الاس اختار الاس اختار الاس موضوع هي الرادلة شوية حفظ والذمار متشابه لذلك احفظه وراجع احفظه وعيد اظل راجع به فأدمرتين ثلاث مرة وارجع شوف الفيديو اكثر من مرة الى ان تفهم ايه الهنا هنشوفكم بخير نلتقي بكم بدرس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة